وانا عايز اعمل بس شوية علاقات كده من الكلام اللي قاله دكتور خالد وبين الواقع اللي احنا فيه ليه بقى؟ لان انا برضو مواطن زي كل المواطنين وقشت عمري كله في مصر وشوفت وكنت بشوف وبنتبه وقول ليه احنا كده؟ ليه احنا المستشفى بتاعتنا بالمستوى ده؟ وكانت الإجابة عندي برضو لان انا كنت بفكر عشان افهم عشان هو الهدف من اللي احنا بنعمله ده كله ايه؟ هو المشروع القومي لتنمية الاسرة ولا المشروع القومي لتنمية الدولة المصرية؟ هو الهدف فقط ان انا اعمل حالة رضا لدى الاسرة اللي هتنعكس على حالة الرضا للدولة المصرية وبالتالي حالة الاستقرار اللي احنا كمسؤولين في الدولة وانتم امنتونا عليها كمواطنين قلت لنا خلي بالكم المصر وحفظوا عليها وطلعوها قداما فهي النهاردة انا عشان ده يحصل الدكتور خالد قال كلمتين صغيرين كده على قوام الانتظار الدكتور هالي اول ما عرضت علي الرقم بتاع القوام الانتظار من ثلاث سنين مش كده دكتور مصطفى عرضت علي رقم يعني سبعة ثمان عشر تلاف مش كده طيب فقولنا نعالجهم عشان ننهي قوام الانتظار الدكتور خالد نهاردة بيتكلم على مليون واثنين وستين الف مش كده اللي هم تم علاجهم خلال التلات سنين الله احنا خدنا القرار على على عشرين تلاتين الف خمسين الف ميت الف ميتين الف ما خدناش القرار على مليون وستين الف ده وليس ده معنى ايه معنى ليه كلام الدكتور خالد بيقوله بيقول ان احنا كنا بنصرف في 2014 اتنين وثلاثين مليار ودلوقت بنصرف مئة وثمانية طيب هم كفاية لا لان احنا لو حولنا كل سرير حقيقي بالواحد حتى واربعة ولا واحد وسبعة ولا كده اللي موجودين حاليا بتشغيل متقدم متطور هاي بقى الرقم قدي كده مرتين تلاتة يبقى الرقم قدي كده كام مرتين تلاتة ويمكن اكتر وانا عايز اقول لكم مش بحكي مش بحكي اللي حكاية دي حكايتنا كلنا وانا في بلجيكا فكنت بالتقي بالناس كلها كلمت الدنيا فكان اول ملف اتكلم فيه كنت بتكلم في حق الانسان كنت بتكلم في ملف ايه حق الانسان لان احنا ما عندناش حاجة ما نخبئنها احنا عندنا قضية مش معروفة عندنا قضية غير معلومة للينا احنا او لبعضنا حتى اللي هو التحديات اللي هما ذكرتها الدكتور اهانا والدكتور مصطفى وحتى بيتة زمل انا ما حتكلموا دلوقتي